العد التنازلي للانتخابات بدأ وبدأت معه المخاوف تزداد مخاوف من يوم الاستحقاق هل ستمضي العملية بسلام؟ هل سيصمت السلاح ويترك القرار للناخب؟ هل سيكتفي أصحاب القرار بالمراقبة؟ وهل سيكون المراقبون على قدر المسئولية؟ هل ستقطع الطرق أمام الناخبين؟ أم أنها ستعبد كما وعد القائمون عليها؟ 13 يوماً على استحقاق سالت من أجله كثير من الدماء استحقاق يطمح الشعب من خلاله بالتبديل والتغيير ويعمل السياسيون على ضمان الإبقاء وإدامة التمثيل فلمن ستكون الكلمة؟